دعينا فقط وببسطة نقول أن إسرائيل تظهر أنها ترغب بتنفيذ هجوم وقائي على إيران ما يشغل إسرائيل هو أن هجومها سيطلق العنان لمائة وخمسين الف صاروخ يملكها حزب الله في لبنان الذي تسيطر عليه إيران عبر هذه الميليشيا كما أن لها قواعد حديثة في سوريا التي تسيطر على جزء منها وفي العراق أيضا ولذلك تتوقع إسرائيل أن تتم مهاجمتها في نفس الوقت من جبهتين السورية واللبنانية حيث تتعامل مع هذه الحدود على أنها إيرانية لذلك فأن إسرائيل تعد كيفية الرد على الهجمات الصاروخية المتوقعة صواريخ الحرس الثوري من سوريا وحزب الله من لبنان وحماس والجهاد الإسلامية الفلسطينيتين وأيضا صواريخ من اليمن لذلك ستكون إسرائيل محاصرة بأسراب من النيران الكثيفة وينبغي أن تتعايش مع هذا الوضع وتعتقد إسرائيل أنه يمكنها التعامل مع هذا الموقف الذي سيشكل ما سيعد أكبر هجوم عليها واسع ومنقطع النظير يستهدفها منذ إنشائها عام 48 سيمائة وألف كما أن هذا من شأنه إعادة حربي حزب الله في لبنان الثانية في 2006 وأيضا الحروب الخمسة مع حماس